طيب ونحن نتكلم بالتأكيد خلال هذه الفترة في منافسات تكاسر ومفرقية ويمكن الشهوط الأول من بورات الكاميرون وبركينة فاس ويمكن لسه منتهى منذ لحظات ودي بداية الانطلاقة اللي بطولة كان فيها كلام كتير قوي هتتلعب هتتأجل هتتقدم إلى أن خلاص استقر الجميع على إقامة تكاسر ومفرقية بصر محمد أنا ولن عايز أحيي للجهة السيادية لجمهورية مصر العربية على التنظيم الرأي اللي عملنا في كاسر ومفرقية اللي قبل كده من ناحية المنشآت من ناحية البناء الأساسية من ناحية البناء التحتية من ناحية التنظيم نجحنا بشكل كبير جدا وده اللي دانا بوش ودانا ثقة إن احنا نقدر ننظم أي بطولة زكريات أفريقية أو عالمية أو أولومبية فصراحة تحية بقى للرياضة المصرية والمسؤولين عن الرياضة المصرية في هذا التنظيم شفنا طبعا إحنا الفترات اللي فاتت ديت موضوع الكاميرون وكاسر أفريقية بينه نتلعب وبينه نتلغي وبينه نتأجل وبعدين لما بدأت جدنا رسائل من الكاميرا نشوفنا بقى البنية الأساسية وبنية التحتية مع الأسف يعني كل المنتخبات أمحمد تشتكي من ناحية الملاعب من ناحية المعسكرات من ناحية الفنادق من ناحية الأكل من ناحية الشرب من ناحية الاصطدافة طيب حتى كورونا كمان عمل نرجع نرجع للجزية دي